بس أريد أسمع زهراء كان عنديش طريقة في حل السؤال تختلف عن الطريقة مالتنا سور فيني عليها لا أستاذ أول شيء أضرب الواحد الموجود بالقص بالبصط شاله بأي تربي إذن هنا السؤال رح يكون عندي هو واحد ناقص آي أس ثمنتعش على واحد زائد آي أس ثمنتعش أنت هنا تقولين أنا هذا الواحد بالبصط أريد أسويها سالب آي تربي ناقص آي هنا بس نحرلي الكسر لسوي عدل يعني معناها تقولين هذا الواحد أريد أسويه سالب آي تربي ناقص آي لكل أس ثمنتعش على واحد زائد آي أس ثمنتعش ليش جلس سويني شيء هو حل أسهل يعني شلون أكمل بعض شلون أكمل ها أوكي ها أستغرش سالب آي عامل مشترك بالبصط ها رح أجي أستغرش سالب آي عامل مشترك ايش رح يبقى عندي سالب آي كل أس ثمنتعش رح يبقى أيضا آي زائد واحد اللي هو نفسه واحد زائد آي ها إذا رح يبقى آي زائد واحد اللي هو نفسه واحد زائد آي الكل هذا أس ثمنتعش إذن هذا الكلوس 18 في شنوه واحد زائد آي أسس بوطعش زين ويساوي أكيد هنا تقولين الأسس تتوزع على الضرب يعني معناها ش رح يصير عندي سالب آي أسس بوطعش إذن سالب آي أسس بوطعش في واحد زائد آي أسس بوطعش على شنوه واحد زائد آي أسس بوطعش هس هنا أقدر أقول عند القسمة تطرح العسس أقدر أقول لأن هنا الأساسات متساوية إذن ويساوي سالب آي أسس بوطعش قطئمتها هو الباقي ثمين فاقمتها سالب واحد مو رأسا نقول الباقي ثمين هذا شو كد أقول الباقي ثمين إذا كان آي واحدها مرفوع القوة مو فشي بصفها إذن هذا السالب آني رأح أقول السالب إذا مرفوعة إلى قوة زوجية فهي موجب وإذا مرفوعة إلى قوة فردية فهي سالب فرح يصير عندي موجب آي أسس بوطعش واش رح يبقى عندي هنا رح يبقى واحد زائد آي من هو الآي أسس بوطعش من أقسم على أربعة نعم زهرة إذن هنا أعتقد فقدنا الاتصال بزهرة إذن هنا الآي أسس ثمنتاش ها اتفضلي ذهرة شنه الآي أسس ثمنتاش اللي هو تقسيم أربعة في الباقي اثنين فهي تقليش سالب واحد سالب واحد إذن هذا سالب واحد في واحد زائد آي إذن معناها الجواب هو سالب واحد ناقص آي إذن هنا أنت أول طالبة للعام الدراسي ألفين واثنين وعشرين ألفين وثلاثة وعشرين اقترحت علي هذا الحل لذلك هذه الطريقة رح أسميها طريقة زهراء عبد العظيم ورح أنشرها على اليوتيوب باسمك إذن عاشت يا جزهراء والدعوة موجهة إلى كل الطلاب التفكير بطرق أخرى يعني ما أريدكم تكونون مقيدين إلا بالطريقة اللي أحشي عليها لا بس أنت تتعلم طريقة ومو يعني أصلا ضروري تتعلم الطريقة ماتي وضروري تتعلم تحل عليها ولكن دائما خلي دماغك يفكر بطرق أخرى للحل واقتراح طرق أخرى للحل قد تكون خاطئة حتى أقول لك بعد لسويها قد تكون عبقرية فأقول لك بارك الله بك وأسميها باسمعكم إذن شكرا للزهراء على هذه الطريقة الرائعة